السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي دايما انتكونوا بخير هنتكلم في فيديو النهاردة عن عملية التجميل التي اجرتها غادة عادل ورد مستفز من الهام شهين محامية كل الممثلين والفنانين بترد عن اي حاجة بتحصل في الوسط الفني وتكلفة كمان كل العمليات اللي غادة عبدالرازق غيرت خلقة ربنا عشان تعملها تفاصيل حصرية وجديدة خالص هنشوفها في الفيديو بس الاول صلوا معي على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام غادة عبدالرازق ابعتزر لو قلت غادة عادل غادة عبدالرازق هي موليد 1965 حوالي 56 او 57 سنة هي عملت عملية تجميل والدنيا قامت من هنا الناس كلها قالت لها انت بقيت شبه لطيفة انت تغيرتي انت تفاصيل كتير طبعا هي في سنها يعني اساسا ربنا كان مدها نعمة يعني هي كانت جميلة مش هنقول انها كانت وحشة فهي عملت كاز عملية هقول لكم الاول كل العمليات وبعد كده هدخل على رد الهم شهين اول حاجة عملت فلر للشفايف اللي هو بيدي الشفايف كده مظهر شبابي ويه كمان بيديها انتفاخ او بتكبر حجمها الفلر ده بيتامن الاف جنيه عده معي بقى ده بتامن تلاف جنيه بعد كده عملت عملية تجميل للانف وترميم وتعديل شكل الانف كده بتعمله نحت وترفع الارنبة وحاجات من ديع الموضوع ده بيتكلف من حدود 60 ل 80 الف جنيه ويه كمان عملت نحت للوجه اللي هي ازالة الرواسب الدهنية تحت الجلد وبقى وبيشمل اعادة التشكيل الجراحي للعظام والغضاريف يعني عشان تنحت يعني الوش وده لوحده بـ 80 الف جنيه او 75 الف جنيه بالتحديد بعد كده عملت تكساس لتحديد الوجه طبعا ده بيعمله ابراز للفك السفلي واخفاء الدقن اللي تبقى مدببة لقدام الموضوع ده بـ 35 الف جنيه يعني هي دي العمليات اللي غادة عبد الرازق من مبارح لنهارده السوشيال ميديا كلها بتتكلم على حجم العمليات اللي هي عملتها لو جمعناهم اعتقد هيكونوا مبلغ يعدل 200 الف جنيه علشان بس تشوفوا الصورة اللي امام حضراتكم دي عملت فيديو ونزلته على الانستة وقالت مش قالت حاجة فضلت ترقص كده وتحاول تبرز شكلها والمفاتن بتاعت وجهها بس انا ساعت بحس ان عملية التجميل بتشوه مش بتحسن يعني انا مش حاسة انها حلوة ابدا وكمان انت بتغيري خلقة ربنا هو حد ممكن يعمل حاجة احلى من اللي ربنا عاملها مهم كان ممكن يحصدلك مشكلة زي مثلا المشكلة اللي هي بتمر بيها الفنانة حرية فرغالي طبعا كلنا عارفين تشوه الانف وعلى الرغم انها ما كانتش عملية تجميل تخيلوا بقى دي لو كانت وشها يعني وشها تشوه معيني حاسة ان هو تشوه هو في ناس قالت انها رفعت قضية على الطبيب اللي عملها العملية بالعكس هي راضية جدا عن العملية ومبسوطة بدليل الصور اللي عملة تنزلها من وقت ما عملت العملية غادة عبدالرز جوزت اتناشر مرة اخر واحد هي لسا متجوزها في ستة مائة وعشرين عشرين اسمه زيت مش عارفة زيتينيا اعتقد حاجة اسم زي كده هو مدير تصوير مسلسل سلطانة المعز هي اتجوزته فاسناء تصوير المسلسل وهو اصغر منها بعشرين سنة هي اتجوزت حداشر مرة غير المرة دي وهي نفسها معترفة بتقول ايوة انا اتجوزت كده اتناشر مرة وبتقول حاجة بيت ربنا ستة واربعين مرة وعيشت خمس سنين في السعودية وتفاصيل كتير ندخل بقى في محامية الفنانين اللي كل ما حد بيعمل حاجة هي اللي بتطلع طرد الهم شهين طلعت اشمت فيها وبتقول لها انت وشك بشفت شكلك بقى عامل ازاي علشان تاني مرة تتطولي على اسيادك هي تقصد بالجملة دي تخد عبد الرازق لسا مبارح بس كده بتبست بسيط خالص على صفحتها وكانت بتدعم فيه احمد زهر قالت كل واحد حر انت عايز تمثل مشاهد فيها يعني مشاهد ساخنة انت حر مش عايز دي حاجة ترجعلك انما احنا مش هنعلق على مين عمل ايه ومين ما عملش ايه كل واحد حر في اللي هو يعمله رأيها بصراحة هو كل واحد حر انت عايزة تفضل تشيل زنوب لحد ما تموتي انت براحتك هو حاضد قرار لنفسه ما يعملش كده انت براحتك بعد كده راحت الهام شهين منزلة بصده كتبت عليه عشان بس نبقى نتعدى على اسيادنا هو بقى شكلنا ولا احنا عارفين يعني تفاصيل كتير على عملية غادة عبد الرازق فيما معناه ان العملية فشلت هي مش شايفة انها فشلت بس ربنا يهديهم الوسط الفني فيه خبايا وتفاصيل محدش اضرى بيها ما تتخيلوش فيه ايه كم الحاجات اللي موجودة فيهم بيحاولوا يظهروا صورة كويسة ولكن ما خفي كان اعظم شكرا سلام عليكم